السلام عليكم راح اشرح برنامج الـ Gold Wave للاختبار النهائي لمقرر تصميم البرمجيات المطلوب انه نفتح برنامج الـ Gold Wave فتحنا في المجلد المرفقي وجد ثلاث ملفات صوت S1, S2, S3 المطلوب ان تدمج الملفات الثلاث بملف واحد واحفظه باسم Q2 فعلشان احطهم سوا بروح على Open بفتح الملفات فرضا هذه الملفات 1, 2, 3 انا بضللها ثلاثتهم سوا عن طريق الضغط على الـ Control من الكيبورد واحدد الثلاثة مع بعض واضغط Open او ممكن نفتحهم واحد واحد فبلاقي ان كل واحد راح يجي فيه ويندو لحالة هنا 0-3 وهذا 12 وهذا اللي بعده الملف الثالثة نحين قاعد ينجاب وهذا 14 فهذا 1 هذا الثاني وهذا الثالث الطريقة اني ممكن اوقف على الاول وسوي اضغط على واروح على Edit واختار ما في Select All ممكن اوقف على الاولاني واروح على Edit واختار على Select All وبعدين على Edit واختار Copy طيب نجرب Copy 2 اه لا ما هذا واختار Edit Copy اروح على الثاني اوقف عليه اوقف عند الاخير منه اوقف على الاخيرة اوصل لحد الاخير او المكان اللي ابغى الصقه فيه وبضغط على Edit وBaste At End مثلا فبيلصق عندي على الاخير منه بنفس الطريقة راح اسويها حق المقطع الثالث بوقف عليه باروح على Edit وSelect All اللي هي تحديد الكل بعدين على Edit وCopy انسخه اروح على المقطع اللي قاعدة الصق فيه واروح على Edit واختار Based At اللي هي لصق عند الEnd اللي هي في اخر المقطع فخلاص من ده ما جاو سوا بعدين المطلوب تكملتا هي اني ادمجها بملف واحد واحفظه باسم Q2 فهذا نفسه بوقف عليه واروح على File Save As وبختار الاسم Q2 اللي هو المطلوب عندي وSave ادرج تأثير صوتي من نوع الصدة على الملف الذي قمت بتجميع الملفات الصوتية عليه واحفظه باسم Q3 فعلشان نضيف الصدة هذا هو الفايل حقنا نستنى لسه يخلص Saving علشان نضيف الصدة بروح على اوقف على الفايل حقي هذا هو انا كبرته بروح على Effects واختار Eco اخلي نفس الاعدادات الجاهزة واضغط OK وبينضاف التأثير عليه وبس بعدين احفظه باسم Q3 من File Save As واحط الاسم Q3 3 و Save وبيتخزن الفايل وبكذا نكون خلصنا برنامج الGold Wave Save